معركة تحرير المحرر في الظالع هو التوصيف الأدق للمواجهات الدائرة حالياً على أطراف مدينة قعطبة المهددة بالسقوط في أي لحظة كمحاصلة طبيعية للتساقط المتوالي للمناطق المحررة بيد الميليشيا الإنقلابية خلال الأسابيع الماضية من زمن الحرب معارك الساعات الماضية والتي وقعت عند أطراف مدينة قعطبة كانت هي الأعنف إثر هجوماً شنه مقاتل ميليشيا الحوثي منذ فجر الجمعة باتجاه المدينة تحت غطاء كثيف من القصف العنيف بالدبابات والهاون على مواقع ونقاط الجيش الوطني خصوصاً في نقيل الشيام مصدر عسكري أوضح أن القصف الثقير رافق عملية زحف وهجوب جديد من المرجح أن الميليشيات الحوثية هدفت من خلاله للوصول إلى النقيل من اتجاه حمر وقردح وذلك عقب فشل الحوثي قبل يوم من هذا الهجوم في اقتحام مدينة قعطبة نتيجة المقاومة التي أبداها مقاتلو والقوات المشتركة وهو اسم يشير إلى خليط غير متجانس من القوات في شمال الضالع حيث تمكنت هذه القوات من دحر الحوثيين إلى أطراف شخب والمعزوب وفي الأثناء قصفت مدفعية اللواء 83 بصواريخ الكاتيوشا مواقع الحوثيين في العللة وقردح واتباب الواقع بين جبل واعل والأريل خلف قردح ونجم القصف عن إحراق سيارة مسلحة في حمر شمال قاطبة كما أسفر عن اندلاع حريق كبير داخل معسكر العللة الذي تعرض للقصف بأربعة صواريخ كاتيوشا شهود عيان أكدوا اندلاع حريق كبير في المعسكر وشاهدوا أضواء السيارات التي هرعت إلى المعسكر كما سمعوا أصوات صراخ واستنجاد من داخل المعسكر إلى مسافات بعيدة محاولة خطيرة أخرى للتسلل إلى مدينة قاطبة حدثت فجر الخميس عبر عربة بي أم بي وسيارتين مسلحتين قبل أن تتمكن القوات المدافعة عن المدينة من دحر الهجوم بعد تدخل لطياران التحالف أدى إلى تدمير آليات القوات المهاجمة كانت معركة الجيش الوطني قد أوشكت على استعادة مدينة ديمت الواقعة على مسافة أكثر من عشرين كيلو مترا إلى الشمال من قاطبة لكن خضلانا لا يمكن فهمه حول تلك المعركة إلى عملية استنزاف استفاد فيها الحوثيون من تفوقهم التسلحي في تحقيق ارتدادة قوية أدت إلى ابتلاع ثلثي محافظة الظالع